السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع بدرس جديد بعنوان قوى التأثير عن بعض في المرة السابقة تم أخذ درس قوى التلامس وكان يشترط لحدوث قوى التلامس أن يتلامس أو يتصل الجسمان بعضهما ببعض اليوم سوف نأخذ قوى التأثير عن بعض وهي قوة مؤثرة في جسم ما ولكن دون ملامسته أي أنه لا يجب اتصال الجسمان بعضهما ببعض إذن قوى التأثير عن بعض هي القوة المؤثرة في جسم ما دون ملامسته دون ملامسته كلمة دون منحط تحتيها خطين إذن قوة التأثير عن بعض هي القوة المؤثرة في جسم ما دون ملامسته من شروط قوة التأثير عن بعض أن يوجد مسافة بين القوة المؤثرة والجسم المتأثر وهناك أمثلة عديدة على قوة التأثير عن بعض سوف نتناول بهذا الدرس ثلاث أمثلة على قوة التأثير عن بعض بداية قوة الجاذبية الأرضية قوة المغناطيسية ثلاث قوة الكهرباء الساكنة وهذا النوع من القوة سوف يتم دراسته لاحقا ينسب اكتشاف قوة الجاذبية الأرضية إلى العالم إسحاق نيوتن بعد قصته مع التفاحة العالم إسحاق نيوتن كان يجلس تحت شجرة من التفاح وينظر إلى هذه الشجرة لاحظ العالم نيوتن سقوط التفاح إلى الأرض بشكل مستمر فسأل نفسه لماذا تسقط هذه التفاحة إلى الأرض؟ أي إلى الأسفل؟ ولماذا لا تصعد إلى الأعلى؟ هذا السؤال يفسر حدوث قوة الجاذبية الأرضية أي أن الأرض تمتلك في مركزها قوة تجذب الأجسام إليها كلمة تجذب أي أنها تسحب هذه الأجسام إليها إذن تعتبر قوة الجاذبية الأرضية من الأمثلة على قوة السحب تنجذب جميع الأجسام إلى الأرض ومن الأمثل على هذه الأجسام الإنسان فهل سألت نفسك يوما لماذا لا نطير؟ إذن نسير على الأرض دون أن نطير تمشي هذه الأجسام جميعها مثل السيارة والقطار على الأرض دون أن تطير إذن هناك قوة داخل الأرض تجذب هذه الأجسام إليها دون أن تلامسها إذن يوجد مسافة بيننا وبين مركز الأرض الذي يحتوي على هذه القوة إليك التجربة الآتية لدينا قلم عند ترك هذا القلم فإنه يسقط إلى الأسفل إذن جميع الأجسام عند تركها تسقط إلى الأسفل وهذا يفسر قوة جذب الأرض لهذه الأجسام إذن قوة الجاذبية الأرضية هي قوة هي قوة تجذب بين قسين تسحب الأجسام نحو مركز الأرض إذن لو اعتبرنا أن هذا نموذج لكرة أرضية يوجد بداخلها مركز إذن هذه النقطة تعتبر المركز وأي جسم يوجد على سطح الأرض فهو ينجذب نحو هذا المركز إذن القوة المؤثرة تجذب هذه الأجسام نحو المركز نحو مركز الأرض إذن قوة الجاذبية الأرضية هي قوة تجذب أو تسحب الأجسام نحو مركز الأرض يكون اتجاهها نحو الأسفل إذن يكون اتجاه قوة الجاذبية الأرضية نحو الأسفل ترجمة نانسي قنقر